تدريب الاهلي للنهاردة أصبح الساعة 8 مساء لحين وصول لعبي النادي الاهلي إلى ملعب مختار التش عشان في اجتماعها يعقد مرسل كرار جلسة مع اللاعبين وفي تدريب استشفائي وفي تفاصيل أكتر بالتأكيد أن نروح مباشرة إلى زمينة محمد توفيق في مقر النادي الاهلي بالجزيرة عشان نعرف منه آخر الأخبار من ملعب التش توفيق مساء الفل سهلا خير الزميل عزيز محمد تحتي ديك ولكل مشاهدة قناة النادي الاهلي في كل مكان آخر الأخبار عندك أنا اتكلمت على فكرة عودة الدوليين النهاردة يعني خلاص وصلوا مطار القاهرة والتمرين اتأجل للساعة 8 عشان هيبقى في اجتماع وجلسة مع اللاعبين الدوليين ولكن بما إنك بقى في المسرح الأحداث في ملعب التش الجازل فأنا بستعدت زي لمطش سيمبا أنا اتكلمت على المصابين والعائدين القايمة ممكن تكون تم تحضيرها ولا لا كمان في رحلة النهاردة مساء اليوم للكابتن خالد بيبو والكابتن سامير عجلي مع شيف فهيكون موجود لتحضير الأكل والطعام للفريب في رحلة تنزانيا فكل الأخبار بالتأكيد من خلالك لو عندك تفاصيل بقى وكواليس تقدر تشرحها بالفعل محمد زي ما ذكرت ممكن الفريب قاله النهاردة اليوم التالت للأداد لمباراة مهمة وبطولة مهمة زي ما انت قلت بطولة مضغوطة جدا زي ما انت شايف بتتكلم كل 72 ساعة مباراة داخليا وخارجيا فاعتقد الأمور صعبة جدا ولكن الجهاز الفني يمكن استعاد لها زي ما قلنا النود ده راح أسل بها بعد مباراة الإسماعيل ومن بعدها على طول التدريبات مواصلتها يمكن الحمد لله الأخبار كلها جيدة من عودة عادة كبير من المصابين زي ما ذكرت واتكلمت وكمان ان شاء الله النهاردة تكتمل الأخبار السعيدة بعودة الدولين بإذن الله ان شاء الله جهاز الفني والطب يتطمن عليهم ان كلهم راجعين في مستوى بدني وفني يكون كويس ويتم اللي اتمنى عليهم من خلال تدريب النهاردة وكمان تدريب بكرة ان شاء الله اللي هيكون قبل السفر وان كان لسه يعني معادل السفر تحديدا بالتحديد لم يحدد او لم يعلن حتى الان ولكن اكيد طبعا الجهاز الفني بالتعاون ما بين كابتن خالد بيبو والجهزة الإدارية في النادي الأهلي انتهوا من كل هذه الإجراءات وزي ما انتكلمت محمد كعلة النادي الأهلي دائما ما بتسيبش حاجة للظروف كل حاجة مخطط لها زي ما انت ذكرت كابتن خالد بيبو هيكون هو كابتن سامير عدلي والشيف الخاص بالنادي الأهلي قبل الفريق هيسفره قبلها بيوم كمان يمكن الجهاز الطبي ودكتور احمد جبالة كان فيه طبعا تطاعمات جديدة للعاب النادي الأهلي فيه عدد كبير من اللاعبين بقالوا فترة ما سفرش افريقيا او كمان يمكن السفريات في افريقيا جوه شوية والاماكن اللي فيها امورات خطيرة زي الملاريا والحاجات ده محمد يمكن النادي الأهلي كان بعيدة عنها الفترة يفات ولكن طبعا كحرص الجهاز الفني اللي يعني بيعد سجل طب كامل لكل لعب على حدة بالتطاعمات اللي اخدها بحالته المرضية والصحية بشكل عام فالحمد الله ده كمان جزء ده تم يعني مراعاته عايز اقول لك كمان ان ان شاء الله هيكون فيه زي خاص لفريق النادي الأهلي هيظهر بيه بازن الله خلال رحلته لتنزانيا وقوله مباراة الدول الافريقي وطبعا كده حدا يعني انت معارف يا محمد البطولة وكل كوالسها وان ده هيكون مباراة الافتتاح كمان مش مباراة عادية في البطولة ولها تجهزات كبيرة جدا في تنزانيا من حضور جماهيري واعداد سواء من الاتحاد الافريقي او الشرق الايطالية كمان من المنظمة البطولة باذن الله تبقى بداية قوية واكتمال عقد الفريق النهاردة بوصول الدوليين وان شاء الله يكون الفريق كله بشكل كامل وباذن الله بكرا يسافر وهو كامل وان شاء الله يكون قوامه الاساس كله موجود باذن الله رب العمين وان شاء الله تبقى بداية موفقة يعني نبدأ العد بقى محمد البطولة وصلنا للعدد 11 الحمد لله في بطولة افريقيا دور الابطال ان شاء الله نبدأ العد في بطولة مستحدثة وباذن الله تكون بداية خير للنادي الاهل باذن الله رب العالمين تمام يا توفيق طيب جزئية تانية اممكن هو طبعا السفر بكرا ان شاء الله يمكن تحدد اليوم اللي هيسافر في فرق بكرة لكن المعادل تدريب امتى بكرة لسه مش محدد طبعا لما تيجي المجموعة اللاعبين الدوليين لسه الجهاز الفن هيشوف ممكن يعمل التدريب الصبح مدري يؤخر التدريب لبعد الظهر لانه اكيد فيه رحلة صفر حوالي من خمس ساعات الى خمس ساعات ونصف الى تانزانيا فعموما الفريق هيتمرن بكرة ويعمل كل استعداداته بكرة في ملعب التيتش يعني انت مجرد الصفر بس للمبيت في تانزانيا وتتمرن ليلة المباراة على الملعب الرئيسي دي جزئية صح كده بالفعل امحمد يمكن الفريق زي ما قلت لك الدوليين هيخدوا تدريبه من نهاردة مع الفريق وبكرة ان شاء الله هيكون في حصة تدريبية اخرى يعني زي النظام اللي احنا تعودين عليه دايما امحمد يوم السفر وبقى التدريب قبل السفر تقريبا باربع ساعات اللي ايه بتتدرب هنا بتناول وجبة الغداء او الفطار على حسب التوقيت اللي هيسافروا فيه في النادي وبعد كيف تحركوا مباشرة لمطار القرارة الاستقلال للطائرة زي ما انت قلت راح للطائران هتكون طويلة جدا في الجهاز الفني وبحريس انه يؤدي التمرين قبل السفر وهي تبقى بس زي ما انت قلت التمرينة واحدة بس على ملعب المباراة دي هتكون بإذن الله يوم الخميس البطولة صعبة وكل يعني توقيتاتها او كمان مدن السفر صعبة ولكن اعتقد النادي الاهلي قادر بإذن الله على حسمها وزي ما نقول دي بطولة مستحداثة وكان لازم النادي الاهلي يكون موجود بها بقمته وقمته في افريقيا وانه هو السيد اسيد افريقيا ب11 لقب افريقي وطبعا القب متعددة جدا سواء في بطولة ابطالي الكأس او كمان لقب في الفدرالية وبطولة السوبر افريقيا طيب سؤال اخير يا محمد وانا كنت قلت قلت بالجهاز اللي طب يعني نحسم بشكل رسمي ان شاء الله جاهزية رامي ربيعة جاهزية امام عشور لو في اسماء اخرى نقدر نقولها ونطمن جمهورنا بإذن الله بالسفر بكرا زي ما انت ذكرت كده محمد رامي ربيعة الحمد لله موجود شارك في التدريبات الجامعية اول امس وبالامس وان شاء الله موجود النهاردة وفي تدريب البكرة كمان صلاح محسن عاد بشكل تام جدا ومشارك برضه لمدة ثلاث ايام في التدريبات الجامعية كريم ندفد موجود وبشارك في التدريبات عمر السلية محمود متولي دخلوا في مرحلة جديدة من برنامجهم التأهيل والعلاجة وتعملهم قياسات طبية وان شاء الله قريبا جدا يكونوا موجودين مع الفريق كريم فوقات كمان بدأ الجارية حوالين الملعب ان شاء الله قريب يخش في التدريبات مع بقية زميله امام عشور بالتحديد ما انك ذكرته من برح لما اتكلمت مع الجهاز الطبي قال احنا قفلين خالص ملف امام عشور مش هنتكلم فيه لسه ما فيش اي حاجة بين خالص الملف كله يعني ما بين دكتور احمد جاد الله وما بين مدرس الكولر هم الوحيدين اللي ليهم حق في التحدث فيه والموضوع بينهم فيه سرية تامة فيمكن ما نقدرش نتكلم ونقول ايه اللي بيتم او ايه اللي حصل امام عشور ولكن بشكل كبير جدا زي ما قلتلك الملف مقفول ما بين مستر مرس الكولر وما بين دكتور احمد جاد الله وان شاء الله يا رب خير وباذن الله الفريق يعني يكون موجود كل اللي عبير موجودة تؤدي بشكل كويس وباذن الله يكون العقد مكتمل وباذن الله محمد تكون ضربة بضاية قوية وان شاء الله النادي الاهل يكون حامل لقب اول بطولة الزمال العزيز محمد توفي بشكرك شكرا جزيلا من ملعب مختار التتشي بالجزيرة على كل هذه المعلومات والاضحات الخاصة باستعدادات الاهل الى ستنزانيا لمواجهة سنبا ان شاء الله يوم الجمعة المقبل